بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه السلام السلام عليكم كيف حالكم يا صبايا بنات افتحوا معي صفحة 68 ادعطيكم مراجعة بالثلاث دروس اللي اخدناهم الأسبوع هذا والأسبوع الماضي تمام اخدنا المؤمن من أمره كل خير اللي هو حديث شريف عن سهايب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته ضراء فكان خيرا له الحديث بدل على إشي إنه كل إشي بيصير معنا في حياتنا خير سواء شر أو سواء خير كل هذا إشي لإلنا بدل على الخير تمام السراء والضراء تمام حكينا سراء ما يفرح به الإنسان والضراء ما يحزن ما يحزن الإنسان من المصاب والشدائد هلا التعريف بالراوي كل إشي بخص الراوي يحفظوا بنات التعريف بالراوي والسهاي بالرومي صحابي جليل كان من الصابقين للإسلام عذب بسبب إسلامه فصبر سبحان الله وتنازل عن جميع ماله لقراش على أن يسمحوا له بالهجرة فلما سمحوا له ووصل إلى المدينة قاله النبي صلى الله عليه وسلم ربح الباعة أبا يحيا توفي سنة 38 ودفن وين في البقيع ركز ميح دفن وين في البقيع تمام ننتقل هون للشرح أمر المؤمن كله خير الشكر على النعم والصبر على الشدائد الشكر على النعم النعم اللي الله تنيها الله نجحني في امتحان الله شفاني من مرض الله يسر أمري في حياتي تمام كل هذا اسمها نعم الله نعم علينا مثلا نعم كثير نعمة البصر نعمة السماع نعم كثير لا تعد ولا تصحى ولا تحصى كمان نعم كمان الأرزاق اللي ربنا برزقنا إياها تمام سواء مادية أو معنوية تمام الشكر على النعم حكينا الشكر هو أن أثني على الله تعالى وأعترف بأنه هو المنعم يعني لازم أنت تعترفي أنه ربنا فعلا هو اللي أعطانها النعم ما جبتيها من إيدك ما نجحت لأنك بس من جهدك لأنه الله كمان وفأك تمام فإذا أقررت بذلك ازداد حبي لها سبحان الله وفرحتي بنعمه علي هلا بدك تنتبهوا معايا في عندينو على الشكر حكينا شكر بلساني بين قصين بأن أكثر من قول الحمد لله والشكر لله التنتين سوا الحمد لله والشكر لله التنتين سوا هيني بحكي الشكر يعني الحمد لله والشكر لله التنتين سوا مش الحمد لله لحال والشكر لله لحال الشكر اللي هو الحمد والشكر لله تمام هذا اللي باللسان هلا بجوارحي شو هو الشكر بجوارحي أطيع الله وأتجنب نواهيه أطيعه وأتجنب نواهيه ركزه منيح اللي باللسان الحمد لله والشكر الله واللي بالجوارح أطيعه وأتجنب نواهيه تمام نيجي هون الصبر عند المصائب والشدائد هلأ شو معنا الصبر يعني أن أتحمل المشاق والأذى الذي يصوبنا كتير بصبنا إحنا مشاق سواء دراستنا للإمتحانات صح ولا لا سواء اللهم صلى على سيدنا محمد المرضة التعبية ترشحت سواء حزنت سواء دايت سواء حدا أذاني في كلامه حدا شتمني حدا حدا ضربني كل هذا اسمه أنك أنت بتتحمل المشاق والأذى وأرضى بقدر الله تعالى إشم رب العالمين بيبتلك بديك ترضي يعني رب العالمين ابتلكي مثلا في علامة سيئة لقدر الله طبعا الله ينجحكم ووفقكم بديك ترضي تحكي الحمد لله إن شاء الله بعدلها مثلا الامتحان اللي جاي لقدر الله مرطي بتحكي الحمد لله منيح اللي أجت يمكن ربنا كان بدي يبتليني بمرض أصعب أو أقوى لقدر الله فالواحد لازم يرضى يعني ويحكي الحمد لله عشر بالعالمين يعينه على الصبر ويرفع عنه هذا الابتلاء تمام طيب وأرضى بقدر الله تعالى وألجأ إليه واحدة عز وجل ليش لازم نرضى بقدر الله تعالى لماذا لأنه سبحانه هو من يفرج المصائب والشداد ربنا الوحيد اللي بنزل عليك مصيبة وهو اللي بقدر يرفع عنك هيا المصيبة طبعا بالذكر بالتسبيح قراءة القرآن بالصبر تمام طيب الله ما صلى الله سيدنا محمد أجر الصابرين هنا شو أجر الصابرين ركزوا معي منيح أجر الصابرين أجرهم ما إلغة حساب ما رب العالمين حكى أنه أجر الصابرين دخول الجنة أجر لهم أجر عظيم الصابرين لهم أجر عظيم لم يعرف شو هو الأجر لم يعرف أنه مثلا كنوز لم يعرف قصور من ذهب لم يعرف قيل في القرآن في القرآن فقط أنه أجرهم عظيم وبغير حساب يعني مش رح يحاسبوا على أعمالهم أنه لليش عملت هيك أو سواء خير أو شر تمام ننتقل الآن لقضاء الصيام والفدية قضاء الصيام والفدية حكينا على الأعذار المبيحة للإفطار والأعذار الموجبة للإفطار حكينا الأعذار المبيحة أنه جائز أنا عادي أفطر في رمضان إذا سافرت إذا امرضت إذا مثل الحامل والمرضعة تكون تعبانة جدا مثل المسن الكبير بالسن اللي عنده شيخوخة هاي الأعذار إنه عنده عذر إنه عنده عذر إنه بسبب هذا العذر أفطر بسبب المرض بسبب السفر بسبب الحامل والإرضاع بسبب الشيخوخة تمام نكمل الإعذار الموجبة للإفطار مثل الحيد والنفس هاي واجب أجاك الحيد واجب إنك تفطري امرأة ولدت وأنجبت واجب عليها إنها هي تفطر في رمضان يعني إلزامي لازم تفطر في رمضان تمام طب ليش رب العالمين أصحى يعني أبحلنا هذا الفطور في رمضان أولا تيسيرا لنا وشرع لنا أحكام يعني صحة عشان يسرلنا يعني يسرلنا هذا الإشي يعني ما صحب علينا رب العالمين سبحان الله كمان أعطانا حكم إنه كمان في قضاء وفي فدي يعني وش إنه خلص أفطره بس في رمضان القضاء كيف بيكون القضاء يكون القضاء على من أفطره في رمضان بسبب عذر بأن يصوم أياما مماثرة لعدد الأيام التي أفطرها بعد انتهاء شهر رمضان ويجوز قضاء الأيام اللي فاتته متتابعة ومتفرقة إذن يجوز إنه هو يصوم متتابعة ومتفرقة يعني سواء كل أسبوع يوم ما في أي مشكلة رب العالمين ما ألزمك ألزمك إنك بس تصومي بس ما يعني أجبرك كيف تصومي تمام إنه بأي وقت بأي أيام مع بعض ولا ورا بعض ولا كل يوم لحال فهمت علي طيب على من تكون الفدية طيب بحكي لك لأ حتى هون والمسلم الذي أفطره في رمضان أن يقدم عفته من اتداءا من ثاني أيام العيد ثاني أيام العيد يعني بصير مش من أول يوم من تبهوا بنات مش من أول يوم من ثاني يوم أيام العيد تمام ما قبل رمضان المهم يكون قبل رمضان يعني من رمضان لا رمضان قبل رمضان تكوني صايمي كل اللي على أكي تمام لازم هيك هلا الفدية إنه دفع فلوس أو إطعام مثلا أو إطعام هو دفع يعني مال دفع قدر من المال أو إطعام أكل يعني تمام إذا أفطر المريض بسبب مرض لا يرجى شفاءه أو إذا لم يستطيع الشيخ الكبير في السن اللهم صلى على سيدنا محمد إذن المريض يعني لقدر الله واحد معه كانسر اللهم عفلوا مرض سرطان مثلا أو مرض السكري أو مرض أو واحد معه القلب وما بيقدر يسوم نهائي أكتر من يعني لازم يضل يشرب الدواء في ساعات معينة إذا صام مثلا بيزيد مرضه طبعا هنا حفظ النفس ضروري جدا فرب العالمين حكا له خلص غليك أفطر في رمضان بس أنه إنت عليك بعد رمضان إنك إنت إيش طلع قيمة من المال أو إنك تطعم كل يوم مسكين وجبة وجبة غدا أو وجبة فطور أو وجبة عشاء أحددوها أهل الشرع والعلم بس هاي هي الفدية يا بتطلع كل يوم مثلا ليرا ونص كل يوم عن شهر كامل أفطرتهم في رمضان يعني لمدة 30 يوم كل يوم بتطلع ليرا ونص تعطيها مثلا لإنسان فقير أو بيت فقير أو 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 تمام أو بتطعم هذا الفقير وجبة تمام أو المسكين وجبة تمام وبس يعطيكم العافية وهيك راجعت معكم الدرسين هذولة المهمات وإن شاء الله تكونوا استافتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته